صباح الخير أعتقد أنها أسوأ مباراة علينا أن نلعبها لكننا ما زلنا متحمسين للعيبها على رغم من خيبة الأمل بالطبع كنا نود أن تسير الأمور بشكل مختلف كنا نود تواجد في النهائي لكن هناك مركز ثالث نلعب من أجله نريد أن نكون على منصة التتويج نريد إنهاء بطولتنا بشكل جميل أعتقد أن ذلك سيكون صعبا للغاية مع التعب وأيضا العقبة الذهنية التي نحتاج إلى أن نتجاوزها نحن نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تحتل المركز الثالث لقد لعبنا معهم في مباراتنا الافتتاحية لذا فهو هدف جيد بالنسبة لنا أيضا نعلم أنهم حصلوا على يوم راحة إضافي لكن نحن نفكر في كيفية ضمان أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن حتى نتمكن من الخروج من المباراة في المركز الثالث نحن بحاجة إلى تصفية أذهاننا قليلا بسبب الخروج من الدورة النصف النهائي كانت هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها نصف نهائي كأس العالم وكانت العواطف جياشة كانت المشاعر مشتعلة وكان من الصعب جدا بالنسبة لنا الخروج من هذه المباراة ومع ذلك ما يزالوا لاعبي فريقي يتمتعون برغبة يريدنا إنهاء البطولة بصورة جيدة وهم يعلمون أنه لا يزال لديهم مباراة مهمة أعتقد أنهم يقدرون حجم الأمر بالطبع احتلال المركز الثالث ليس كالمركز الرابع وسيكون من الرائع أن نأخذ ميداليا إلى أرضنا نريد أن نضمن أن ننهي المباراة جيدان وأن لاعبي فريقي استوعبوا الهزيمة تماما أعتقد أنهم فهموا أيضا أنهم أحد أفضل الفرق في العالم لقد كانوا في الدور النصف النهائي لذلك نحن بحاجة إلى تصفية الدهن والدخول في هذه المباراة لنكن إيجابيين بشأن هذا هذا ما أقلته للعبين أيضا ستكون هذه المباراة السابعة في كأس العالم التي نلعبها لذا إذا سألت يا مغربي عما إذا كنا سنظل هنا نلعب في كأس العالم بالدوحة يوم السبع عشر من ديسمبر أعتقد أنهم كانوا سيفخرون ويسعدون حتى لو سمحوا لأنفسهم بأن يعتقدوا أن هذا ممكن إنه لأمر غير عادي أننا ما زلنا هنا أعتقد أن ست مباريات في عشرين سنة ماضية كانت رقمنا السابق والآن لعبنا ست مباريات في شهر واحد وهذا لا يقدر بثمن لأنه حتى من ناحية الخبرة فقد اكتسبنا الكثير من الخبرة في كل مرة سابقة خرجنا من المجموعات والآن يبدو الأمر كما لو لعبنا كأس العالم مرتين أو أكثر لذلك فقد ضغطنا هذه المرة هذا أكثر مما فعلنا من قبل هذا جميل من ناحية التجربة وللعبين أيضا كل التوفي طبعا لمنتخب المغرب كل التوفي لوليد ريكراكي النهاردة العيبة كلها سيكون متواجدة إن شاء الله من كرواتيا طيب من وليد ريكراكي وماذا قال نروح لدالتش المدير الفاني المنتخب الكرواتي نشوف أليه وجزء من المؤتمر الصحفي ونرجع مرة أخرى أمن أن يوصل لوكا مودراتش معنا سأتطلع إلى ذلك أعتقد أنه من المؤكد تماما أنه سيستمر في هذه الرحلة معنا سيقرر لوكا مودراتش شخصيا أيضا كيف يشعر ولكن بمعرفتي بما يشعر به تجاه كرة القدم والمنتخب الكرواتي أنا متأكد من أنه سيبقى لكن بالطبع هذا قرره وحده